موسيقى 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 سادة الكرام باسمكم ورحبوا بضيفي الدائم سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي حياكم الله سماحة الشيخ موسيقى عجل الله فرجه الشريف حياكم الله سماحة الشيخ طبعا بداية نعتذر ممكن لعله حضور ومشاقة طريق عليك فسامحنا لكن سادة مشاهدين لهم حق الله يحفظهم ويقضي حوائجهم وحوائجكم آمين يا رب العالمين سماحة الشيخ شهر مبارك شهر رجب شهر التوبة شهر الغفران لماذا بالتحديد ورد التأكيد على الأعمال الرجبية يعني العبادات في شهر رجب وشعبان ورمضان وهل ما ورد له علاقة في الكنز المنتظر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد وصلى على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصم الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والظلامة المحسنية والغير العباسية والعفة الزينبية والعظمة الأكبرية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام زماننا وولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب العصري والزمان تبيان البيان مظهر الإيمان عدل القرآن إمام الإنس والجان مهدي آل محمد صلى الله عليه وعلى آباء الطيبين الطاهرين في كل آن وحين وعجل الله تعالى فرجه الشريف دائما أستاذ الفاضل مشاهدين الأعزاء دائما رب العالمين نظم لنا قوانين وجعل لنا سننا وهذه السنن إنما تجري في مصلحة الخلق نحن عندنا قاعدة لطيفة جدا في الأحكام الشرعية يقول علماؤنا هذه القاعدة الرائعة جدا أنه إن أوامر الله تعالى ونواهيه خاضعة لقانون المصالح والمفاسد يعني لا يأمر الله تعالى إلا لوجود مصلحة ولا ينهى إلا عن وجود مفسدة هسنا نحن ندرك تلك المصلحة أو لا ندركه هذا كلام آخر يكفينا أنه تعالى حكيم ولا يأمر إلا بما ينفعنا ولا ينهانا ولا يزجرنا إلا عما نعم يضرنا نعم فعندنا في الروايات الشريفة كمعلومة مفيدة نحن عندنا رأيس سنة يعني وقد ورد هذا الأمر في عدة أبعاد منها رأس السنة الهجرية هجرت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلناها ونكررها دائما أنه في الروايات الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر من أول شهر ربيع الأول وليس في التقويم الموجود اليوم أنه في شهر محرم وإنما عمر أرجعه إلى أيام الجاهلية هذا تقويم الجاهلية أما في رواياتنا الشريفة رسول الله هاجر من شهر في الواحد من شهر ربيع الأول هذه سنة الهجرية تيمنا بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وعندنا أستاذنا الفاضل أحباء المشاهدين سنة عبادية وفي الروايات الشريفة وهكذا أقول العلماء أن السنة العبادية تبدأ فعلا من شهر رجب فنحن في هذا الشهر في الواقع نفتح صفحة جديدة مع الله تعالى في عبادتنا في طاعاتنا ولما نقول مع الله تعالى نقصد أنه في الطريق إلى الله وهو الإمام الحج صلى الله عليه وآله وعند الله فرجه فالطريق إلى المعصومين وقلوا اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمن ونرى هذا الشهر شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المباركات أنه حتى الاسم اختص من الله تعالى يعني في الروايات الشريفة حبيب المشاهد قال إمامنا الكاظم صلى الله عليه رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فمن صام يوما منه شرب من ذلك النار إذن هو أساسا يعني اسم رجب من أنهر الجنة وأنهر الجنة ما خلقها الله تعالى إلا لعباده المؤمنين الصالحين نعم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة أخرى يقول سمي بشهر رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيه على الخلق صبّة اللطيف على الخلق ليس على المسلمين يعني ولا على المؤمنين لا لا رحمة الشهر رجب رحمة عظيمة تشمل الأكوان العلوية والأكوان بالسفلية وعلى المشاهد لعله يسأل لماذا لأنه مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله يعني يا حبائي هذه الأشهر الثلاثة صارت مقدسة وصار فيها طقوس وعبادات ومناسبات وهذه إحدى إكرامات الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما أكرمه بالإصلاة والمعراج مثل ما أكرمه بالشق القمار هذه الأمور التي انفرج فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مما أكرمه الله تعالى أنه جعل هذه الأشهر الثلاثة أشهر نعم العبادة وطبيعة الحال أن الإنسان إذا وصل إلى شهر رمضان المبارك سيصل إلى أوج العبادة لكن وقع الكلام عند العلماء أن هذه العبادة لا بد أن يكون لها هدف يعني هدف دنيوي فضلا عن الهدف الأخروي نحن دائما نقول إطاعة الشرع الحنيف هذه الإطاعة لها منافع دنيوية فضلا عن المنافع الأخروية وواحدة من الأمور المهمة التي أكد عليها علماؤنا أن العبادة في شهر رجب واللطيف أنه جاءت كما تعلمون أعمال يومية بل حتى على الفرائض بل في حتى الأعمال النهارية أو الأعمال الليلية هذا كله تدريب وبقوسين تنقي وتصفية للمؤمن المهدوي المنتظر حتى إذا يسمع الصيحة في شهر رمضان في صبيحة يوم الثالث والعشرين اللي من العلامة الحتمية الإمام الحجة صلوات الله عليه هو يكون قد أوصل نفسه إلى هذا الكمال فيلبي هذه الصيحة ويكون من أنصار صاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه إذن هدف العبادة في شهر رجب هدف العبادة في شهر شعبان هدف العبادة في شهر رمضان سواء كانت العبادة حبائي على نحو الصلاة أو الصيام أو ما إلى ذلك أو على نحو إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم فيما يتعلق من إحياء مناسباتهم نحن في هذا الشهر عندنا مناسبات عظيمة واللطيفة أنه في شهر رجب في كل عشرة من أيام هناك أكثر من مناسبة يعني وهذه كلها ما جاءتنا سودا ولم يجعلها الله تعالى في هذا الشهر يعني اعتباطا وإنما لكي يرقى الإنسان بنفسه في هذه المناسبات العقائدية خصوصا في مواليد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أو حتى الانطلاق الأولى وهذه مسألة جوهرية أن الإسلام كبعثة بدأ في شهر رجب يعني وهذه واحدة من الخواصة الرجب لأنه بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السابع والعشرين من شهر رجب بل اللطيف أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يهاجروا إلى الحبشة اللي أول ما أمر عشرة أشخاص وقيل 12 شخص منهم ثمانية رجال وأربعة نساء ثم أمر بعد ذلك بما يقارب مئة وعشرين شخص وعلى رأسهم سيدنا جعفر بن أبي طالب نعم تلجناحين سلام الله وآله وزوجته وأسماء بتعوميس الخطعمية هؤلاء أيضاً هاجروا إلى الحبشة في شهر رجب يعني شوف القضية مو بس بعثة النبي صلى الله عليه وآله في شهر رجب إنما حتى الهجرة إلى الحبشة والهجرة الأولى للمسلمين إنما كانت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي شهر رجب لعلم النبي بأن هذا الشهر مبارك لعلم النبي بأن هذا الشهر له من القداسة أن يحفظ نعم المهاجرين خصوصا إذا القضية تتعلق بين الموت والحياة فهذا إذن الكلام في عباد الشهر الرجب وعباد الشهر الشعبان وخصوصا نحن مقبلون على مناسبات منها ما مضى مثلا ميلاد إمام الباقر في أول يوم من ميلاد إمام الهادي صلى الله عليه عليه في الثاني من في التاسع وهذه هدية المشاهدين في التاسع من ميلاد مولانا باب الحواج عبد الله الرضيع في العاشر من شهر الرجب ميلاد إمامنا الجواد باب المراد صلى الله عليه في الثالث عشر من ميلاد سيدنا مولانا ومولانا الموحدين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين صلى الله عليه ناهيك عن شهادة سيدة زينب صلى الله عليه عليها وشهادة مولانا باب الحواج موسى بن جعفر صلى الله عليه عليه في الخامس والعشرين وأيضا السابع والعشرون هي نعم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إذن هذا الشهر الحافل ومليء بالمناسبات والتقوس الدينية أكيد يستثمرها الإنسان المؤمن فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى على الجانب العبادي والجانب الروحي كذلك فيما يتعلق بالجانب المعاملاتي سمعت الشيخ بوجود هذه المناسبات سمحني بهذا السؤال في الطريق هناك ما نحملني أمان هذا السؤال مع هذه المناسبات ومع انتشار الجائحة سواء الجائحة القديمة أو السلالة الجديدة يقول كيف نستطيع أن نوفق بين هذا وعلا لأن تكليف إحياء المناسبات على أنواع متعددة على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي هسا إنسان إذا ما قدر يعني بينه وبين الله يحيي المناسبة على المستوى المجتمعي ونقول هناك أمر ثاني يعني إحنا أحبائي لا نقيس أكل البيت بأنفسنا يعني نخرج عن ربقة الإيمان أهل البيت يقول حتى لو مو جائحة أو جامحة أو مصيب أو كذا تعالونا إذا تجي للروايات هذا كلام أهل البيت نحن نضمن لكم سلامتكم هسا واحد يريد الشيك ما يقدر أو عدة شغل مو مهم مو مهم في مسألة ثانية لكن فليقيم المناسبة على المستوى الأسري في البيت وإلا فعلى المستوى الشخصي وذلك أضعف الإيمان كما يقولون فبالنتيجة لا نزعل هذه المناسبات تمر علينا هكذا ونخسر أمر أهل البيت لحضرًا سمعت الشيك للتوضيح السؤال أكثر هو اللي يسأل لي أشي يسأل حريص يريد زور يريد يحيي أمر أهل البيت إنما يسأل يعني مع انتشار الجائحة وتوجيهات الصحة للجنة الصحة العليا يعني وتحذيرات السادة للأطباء من هذا الموضوع يعني يقول كيف نقدر نوفق هل نكتفي في البيت يكفي يعني لا أنا قلت الأمر الأول على الأحيو أمرنا على المستوى الشنوى العام إذا ما قدر على العام فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا كبديل يعني على السلاقل على مستوى الأسري أخو ما نخل المناسبة تفوت وأنا شنوى ما أحييها يعني من السؤال لحنا هم مقبلون مثلا على مولانا عبدالله الرضيع أو مولانا الإمام الجواد طمر بغداد باب المولاد سلام الله علاقة على المستوى الصينية سيقعدوا يا عيالي ترى اليوم مناسبة ميلاد من وجواد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين وأسأل فيهم أن هذا الإمام الجواد هو جد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يا أولادي يا أبناي أنا لما أحيي هذه المناسبة عندي غاية وعندي هدف أن أصل إليه أن أتقرب إلى مولاي الكنز المنتظر صلى الله عليه بإحيائي لشعيرة ميلاد الإمام من وجواد صلى الله عليه هذه الأمور بالنتيجة من شبع على شيء شابع عليه أن تعلم في الصغر كالنقش على الحجر وبطبيعة الحال فاقد الشيء لا يعطيه إذا النسان بنفسه لم يكن يعني قد اعتقد بهذا لا نتوقع منه باشر عقبة تطلع منها العائلة شنوى أنصار لإمام الحجة صلى الله عليه النسان أول ما يعلم نفسه هذه الأيام هذه الشهور الثلاثة هي خير وقت هي خير زمان لكي النسان يتنقل حتى إذا صارت الصيحة عجل الله فرجل الإمام استعداد وتهيئ إن شاء الله يعني البعض يقول أنه رجب هل له خصوصية أم أنه رجب يهيئ إلى شعبان ويعني مثل ما كما يستطيع العلم بالإنجليز يعني رجب ويهيئ نفسه روحية بعد شعبان طلاقا إلى رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجب شهر الله نعم وشهر شعبان يعني له خصوصية أم تهيئ إلى شهر رمضان طبعا الأساس الآن الله يحفظ التربويين هو منه الأساس الابتدائية يقول ابتدائية هي الأساس البيت يحتاج إلى أساس قوي الروايات جاءتنا عن أكل البيت صلى الله عليه بالأعمال الرجبية واللطيف اللطيف أنه وسيأتي أنه نفس الإمام الحج صلى الله عليه شرع لنا أدعيتين وزيارات في شهر رجب لأنه يدري أن الانطلاق إليه تكون من السنة العبادية والسنة العبادية تبدأ من شهر رجب وإن قال بعض علمائنا رضوان الله ما ظلوا حفظ الله الباقين أنها تبدأ من شهر رمضان أما الكلام بالدقة لا تبدأ من شهر رجب شهر رمضان هو النتيجة شهر رمضان هو النتيجة والعيد هو الجائزة لكن الأساس هو شهر نعم شهر رجب المرجب اللي قال رسوله قبل قليل صلى الله عليه وسلم تصبوا فيه الرحمة وعلى الخلق صبه فلما يتعرض لهذه الرحمة وتفوت هاي الأيام وهاي الليالي وما يستعد يعني كم يوم هي أفرض مثلا شهر رجب 30 يوما وشهر شعبان 30 هاي 60 ومنها ك23 إلى الصيحة هاي 83 يوم اللي ما يطمنه عمره 83 يوم يعني نفسه لصاحب الزمان صلى الله عليه وحد جور وحد تقول إذا أتتكم الفتن كقطع الليل مظلم توقع الفرجة من تحت أقدامكم هذا شون نتوقع من عدة هو يتوقع من نفسه أن يكون من أنصار الحجة صلى الله عليه يا أخوان هذا تدريب تدريب عملي من أهل البيت صلى الله عليه علم على مستوى الذكر بالأدعية على مستوى الصوم على مستوى الصلاة وعلى مستوى نعم كل فروع الدين الغاية إيصالنا إلى تلك الصيحة حتى إذا وصلنا وشهدنا تلك الصيحة نحن على استعداد كامل في نصرة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وأي هدية أكبر من هذه وأي قضية أعظم من هذه أن الإنسان عمليا يستعد إلى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أحسنتم كثيرا يعني هو قد البعض يفهم أنه من ضمن السياق إلى حديث العام يعني رجب شهر الغفران تصب فيه المغفرة والرحمة شعبان شهري رحم الله من أعانني على شهر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر العتق من النار قد يفهم بأنه يعني رجب يهيئ إلى شعبان وشعبان يهيئ إلى رمضان وهكذا نعم مثل ما تفضلتوا أنه بعدها طيب سماعت الشيخ اسمح لي انتقل إلى محور أنه في شهر رجب وشنو علاقة شهر رجب بالإمام الكنز المنتظر صلى الله عليه أنا قبل أن أجيب على هذه القضية الماعن والتنوية مهم يا أخوان نحن في شهر رجب خلونا إنسان يتجوز عنه الحامل خاطر صاحب الزمان صلى الله عليه أي والله هذه دعوة دعوة باسم الإمام الحجة وبرنامج الإمام الحجة صلى الله عليه الدين يبين بهذه الأمور يعني حبيبي المشاهد لا تصور الدين ناس كانت تصلي نعم حتى صار جباه وها سوداء والنتيجة حربوا أمير الموني صلى الله عليه كالخوارج لعنت الله عليهم الدين يبين بهذه الأمور أن الإنسان كراما لأنه يستعد بينه وبين الله لظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه فولي يحب واحد يعني ألف عين اللي أجل عينه تكرمه تكرمه يتجاوز عن أصحابه يتجاوز وإحنا مشاكلنا ترى إذا تنظر لها ما تلقى هذاك السبب ليستحق أن يكون قطعة راحم يعني أو تكون مثلا مسألة حقد يعني فالإنسان المهدوي المنتظر حبيب المشاهد هنا يبين هل يتجاوز عن الشيعة إكراما لإمام الشيعة وإمام الكون بقية الله صلى الله عليه يتأسى بالإمام صلى الله عليه فإن شنو الصور يعني إنسان إذا أول ليلة وهالأيام لا أقل فاتته وأول ليلة ينوي هذه المسألة شلول ما راح يشطفي صاحب الزمان صلى الله عليه شعر ما راح يوفق لأن يكون نحن لمن يوفق العبادات يكون من أنصاري صلى الله عليه وعجل الله فرجل يعني سماحة الشيخ كما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة عن الإمام الهادي صلى الله عليه يعني منتهى الحلم وأصول الكرم يصف أئمته للبيت فشيعة جعل سجيتكم الكرم المحمد صلى الله عليه منتهى الحلم إنسان حليم السكر الحلاوة الكرمكم مو بالتطبع ولا بالتعلم السكرية ذاتها الحلاوة أنتم يا المحمد هذا الكرم عندكم نشيامكم الذاتية فكما تفضلت ثانيا أنه هناك قراءة لما يقول رسول الله صلى الله عليه وعليه شهر رجب الأصب لأنه تصب فيه الرحمة على الخلق صبه طيب بأي واسطة تصب بالإمام الحجة صلى الله عليه مذكرنا هذا الحديث حبيب المشاهد من خاطبة في ميلاده بك أخذ وبك أعطي هذا الإعطاء من الرحمة وقد ورد فيه لو حزها صلى الله عليه واسلامه عليها ثم أكمل ذلك بعد إمام العسكر بابنه رحمة للعالمين وابنه رحمة العالمين صاحب الزمان صلى الله عليه فهذه فرصة لنا نحن نغض الطرف عن بعض الناس كراما لصاحب الزمان مداخلة 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 بهذه النقطة سماح تشيخ النقطة الاجتماعية المهمة جدا يعني البعض يعني شخصيا صديق هو تكلمني عن قصة قصة هو مرتوية هو نتيجة فلان تكلموا إياه وفلان دفعه إلى أن طلق زوجته وبعدين أصاب ندم شديد أنا سمعت شيخ طلب منك أن نتوجه كلمة لمن يعني صاحب المصيبة السمون ما أنا علاقة بي صاحب المشكلة الناس اللي تدفع به هذولة هذا شن جزاءه ويعني هدفه شن هو يعني مثلا انت ذا تعفي راح تعير انت راح تسوي كذا هذا اللي يدفع حسن الإنسان قد يرجع للأسف ويحفو نحن بداية يقلنا أكراما لصاحب الزمن صلى الله عليه ليس صاحب المشكلة الناس اللي تحكوين الناس اللي تحكوين الناس اللي لا يخرصون حاجة الناس هما دول أسواب المشاكل يا حبيبي المشاهد اعرف ترى الناس ما رضوا على الانبياء ما يرضون عنك يعني في حديث ذكرت في حلقة سابقة موسى على بناء العسلام قال اللهم هب لي واحدة موسى موسى كريم الله قال اللهم هب لي واحدة قال قل يا موسى قال هب لي رضا خلقك عني استحالة استحالة لكن هناك فوق الاستحالة فوق الاستحالة ما هي قال له الله تعالى يا موسى إن خلقي لا يرضون عني يفير يرضون عنك لا حول أنا الذي خلقتهم أنا الذي أرحمهم أرزقهم لا يرضون عني يفير يرضون عنك قال إذن يا إلهي هب لي صبرا وواسك على مصيبتك في الروايات هاك وواسك على مصيبتك لأن الله مظلوم لأنه يكون ظلم الله بأن النسان لا يطيجر المنعم لا يصلي للمنعم لا يشكر المنعم هذا ظلم للمنعم وهو الله تبارك وتعالى عموما فحتى ما نأخذ وقت أحباء المشاهدين هناك علاقة قوية جدا بين شهري رجب والإمام الكنز المنتظر صلى الله عليه وسلامه تعالى عليه أبدأوها برواية مولانا الثامن وإمامنا الضامن علي بن موسى الرضا بما يقتضي الوقت قال صلى الله عليه لابد من فتنة صماء صيلم صيلم يعني شديدة جدا يسقط فيها كل بطانة ووليجة انتبه حبيب المشاهد هناك فتن البطانة القريبين من الإنسان الحاشية دعونا نقول بطانة الثوب لأنها قريبة من الجلد والولائج هي القريبة والدائرة الأولى من أصدقائه ورجاله وذوي مودته وذلك عند فقدان الرابع من ولدي بعتبار إمام الجواد الهادي العسكري ثم الإمام الحجة صلى الله عليه تبكي عليه أهل السماء هذا حال أهل السماء عند غيبة الحجة صلى الله عليه وأهل الأرض طيب هس يقول بعضك أكثر أهل الأرض ما يبتين الذين غاصبين مو أهل الأرض أهل الأرض المؤمنين هكا معلومة يعني أهل الأرض المهدويين أهل الأرض المنتظرين أهل الأرض العارفين بإمام زمانهم أما الذين ينقروا ولاية أكل البيت هذا مو من أكل الأرض لقد كتبنا في الزبور بعد ذلك أن الأرض يرثوا عباقية الصالح نعم ولذلك إمام من الصادق صلى الله عليه يقول له أن عدو وعليم صلى الله عليه جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا قد امتلأ جانباه من الماء ثم أخذ غرفة شنو غرفة قياسا للفرات اللي يزخ زخيخا ثم قال بسم الله ثم شربها ثم حمد الله والله ما كان عند الله إلا ميتة نودة من المسفوحا ليش لأنه شنو ينكر ولاية أمير المؤمنين يغصب حق أهل البيت فالإمام يقول تبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض عذرا شيخ نخلينا بهذا النقطة معذرة آسف جدا نوهنا لصادر المشاهدين سابقا أنه مو نقصد الكل إنما من الجاحد فقط طبعا فقط الجاحد فتلا يفهم أنه نعم والترسل يعني أقصاء للباقي نعم هناك قاصر ومقصر نعم نعم كلامنا عن المقصر فهذا حبيتنا عن المفرق ما هو يعلم نعم هذا الجاحد وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نعم كلامنا في هؤلاء وكم من المؤمن المتأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين الله إمام الرضا هذا يصبح صعب صلى الله عليه كنا نعرف أنه الماء المعين ومو كل ما معين الماء المعين وماء الحياة هو الإمام الحجة صلى الله عليه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عيني حياة طيب كأني بهم شر ما يكونون لأن أكثر الناس خب وقد نودوا نداءا هذا قول الإمام الرضا أولا من علاقات شهر رجب بالإمام الحجة ستكون صيحات تمهيد إلى الصيحة الكبرى يوم الثالثة والعشرين من شهر رمضان صيحة جبرائيل الأخيرة ديش اللي من خمسة الحتميات شو يقول الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول وقد نودوا نداءا يسمعوا من بعد كما يسمعوا من بعد كما يسمعوا من قرب البعيد يسمعه والقريب يسمعه يكون هذا النداء رحمة للمؤمنين وعذابا على الكاثرين شو النداء فقال الحسن بن محبوب وأي نداء إنه قال الرضا صلى الله عليه ينادونه في شهر رجب ثلاثة أصوات من السماء ثلاثة أصوات من السماء طيب طيب الأولى ألا لعنة الله على الظالمين ثاني وصوت الثاني أزفت الآزفة يا معاشر المؤمنين أي اقترب الفرج أنتم قريبون من ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم الثالثة يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس يقول هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين ثلاث علامات ثلاث نداءات في شهر رجب تتعلق بظهور منوه الحجة صلى الله عليه هس هنا هذا أمير المؤمنين قد كرمه يعني الآن راح يطلع يعني زمان الرجعة مبشر هناك رجعة بعد دولة الإمام المنوي في الحجة صلى الله وسلم لكن أذران سمعت شيخ هذه غير مألوف وجديد أنك لعلى هو المرة تسمع أنه في رجب ثلاث صيحات في رجب ثلاث صيحات كذلك يسمع كل قاسي وداني وكل في لغة كالصيحة الكبرى يسمع من بعد كما يسمع من قر طبعا كل بلغته كالصيحة الكبرى كالصيحة الكبرى لجبرئين لكن هذه ما عينت من الذي يصبح مصدر الرواية موجود في مختصر بصائر الدرجات صفحة ثمانية وثلاثين أيضا في بحار الأنوار في الجزء واحد وخمسين أيضا في المناقب ابن شهر آشوب وكلها كتب من أمهات مصادر وحتى غيرونا ذكرها حصلا القضية مخاصة بينا حتى يعني غيرونا تناول هذا الأمر طيب رواية الحميري قال والصوت الثالث يرون بدنا بارزا مع قرن الشمس قريب من قرن الشمس يقول إن الله بعث فلانا الحجة صلوات الله عليه فاسمعوا له وأطيعوا وقبلوا جميعا فعند ذلك يأتي الناس الفرج اللطيف هذه وهم علاقة شهر رجب ويود الأموات أن لو كانوا أحيان شوقا إلى دولة من وين الإمام الحجة صلوات الله عليه وليشفي الله صدور قوم مؤمنين المسألة الأخرى اللطيفة المشهورة على أفواه الناس العجب كله العجب بين جماده ورجب ها شلو العجب كله العجب هذه أول من طلقها بعنوان رواية هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال العجب يا عجبا طبعا وردت بعدة نسخ هسأذل العجب يا عجبا كله العجب بين جماده ورجب فقال له رجلون من شرطة الخميس دولة الجيش الخاصين الخميس يعني الجيش نعم يسمو خميس يعني خمسة أقسام مقدمة مؤخرة ميمنة ميسرة القلب شرطة ذولة خمسمائة نفر من أمهات يعني من أمهات من أهل أمهات العقائد ذولة شرط عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالحروب أن يكون هم الأول يعني لما تكون حرب نعم المقدمة خط الأول خط الصد مثل ما يسلق عليه أو خط الهجوم نعم واشترط لهم على نفسه أن يضمن لهم الجنة فيسموهم شرطة يعني شرط أمير المؤمنين لهم على نفسه بأن لهم الجنة مشارطة فإذا يجون بين أصحاب أميونين يردون يفاضلون يقول هذا من شرطة الخميس يعني مو كلهم على خط عرض واحد نعم طيب فقدرني سامحت الشيخ هذا يصطلح ببسيطة من المجتمع اليوم هذه الشرطة يعني قواتنا ألف تحية وحب واحترام وإجلال الله يحفظ لشرطة وقواتنا الأمنية هل هذه الشرطة أساسا هذه يستعملت وهذه استعمال يعني لفظ لكن بعد أمير المؤمنين صاروا الناس يشتغلون بالضرائب كشرطة عد الظالمين فلذلك ذم الشرطة لأن الشرطة كان أصل الكلمة أصل التأسيس أمير المؤمنين إذن لا ينظر سامحت الشيخ كمان الكعبة وحيطت بالأصنام بقية الكعبة أحسن إذن لا ينظر إلى الشرطة بهذه النظرة الغير صحيحة تحية حب وإجلال وتقدير لكل قواتنا الأمنية اللهم يحفظهم إن شاء الله قال فعند ذلك يأتي الناس الفرج يريدون الأموات المهم ألمي من يقول يا عجبا كل عجب بين جماده ورجب فقال له رجل من شرطة الخميس شف ذول حتى ذول من شرطة الخميس يعدوا بمعارث من يسمع الإمام ما يسكت رأسا شنو أي سئلة قال ما هذا العجب يا أمير المنين قال وما لي لا أعجب وقد سبق القضاء فيكم وما تفقهون الحديث ألا صوتات بينهن موتات حزدوا نبات ونشروا أموات كررها يا عجبا كل العجب بين جماده ورجب فقام له رجل ثاني أيضا يا أمير المنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه قال ثكلتك أمك وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء أموات يخرجون من قبورهم نعم من ذول اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلت وعلى عبادك حتما مقوية فخرجني من قبري شهر رجب الرجعة مو رجعة خلي نقول عند ظهور الحجة ذول حيطلعون قبل ظهور بعضهم يعني بداية رجب نعم راح تعود بعض الناس إلى نصر الصاحب الزمار أو لأقل بعد ظهوره في الرجب الآخر بالنتيجة هم إما قبل ظهوره بكم شهر أو بعد ظهوره بكم شهر يعني من رجب إلى رجب طيب مو أكثر من سنة واحدة فالإمام يقول أنا أعجب شلون شلون الأموات يطلعون ويقتلون من الأحيال من أعداء أهل نعم البي صلوات الله عليه فقال أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين قال والذي فلق الحب وبرأ نعم النسمة قد تخللوا سكك الكوفة ذول اللي راح يطلعون من قبورهم وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله شوف مو أي واحد ولسوله والمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور فإذا اشتد القتل قلتم مات أو هلك في أي واد سلك وذلك تأويل قوله تعالى ثم رددنا ها ثم رددنا لكم الكرة عليهم بعد الموت ترجعون وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إذن رجعت الأموات اخرجني من قبل مؤتجرا كفني نعم أشهرها ستكون في شهر رجب رجب ورجعت الأموات لماذا؟ لنصرة الإمام شنوى؟ الحجة صلوات الرعالي هذا فضلا عن الصيحات الثلاثة فشوف يا موني فإذا الروايات من قوله اهتموا بالعبادة بشهر الرجب لعلكم تكونوا إلا بتدركه في حياتكم تكونوا من الأموات اللين على النية إنما يحشر النسان على نيته إذا ما يحصلها بالدنيا راح يحصلها بقبره هاي العبادات منا شهر رمضان إذا مات هو مستعد للإمام الحجة صلوات الله عليه سيأتيه والرواية رائعة شوف الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلامه عليه شوف أحباء المشاهد حبي مشاهد هاي هو رائع الرواية قال إذا آن قيامه قيام من؟ الحجة الحجة صلوات الله مطر الناسه جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب نهاية جماد الآخرة وبداية رجب مطر علامات طيب علامات ذا كلامنا على الذين سيخرجون من قبره نعم من قبورهم لينصروه نعم تتمة الرواية وهي رائعة أمام الصادق صلوات الله عليه قال إذا آن قيامه يعني شون هسا قناة الصيحة رح سكون شهر رمضان نعم يعني هاي كلها تعتبر في أوان قيام الحجة يعني مقدمات للحجة صلوات الله عليه إذا آن قيامه مطر الناسه جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم ترى الخلائق مثله مطرا لم ترى الخلائق مثله شنو النتيجة من هذا المطر فينبت الله لحوم المؤمنين وأبدانهم منهم الموتة دولة أهل أخرجني من قبري مؤتزرا كفني شهر أحسن فينبت الله لحوم المؤمنين طيب وأبدانهم في قبورهم وكأني أنظر إليهم مقبلين للحجة صلوات الله عليه من جهة جهينة أي من منطقة من الكوفة ينفضون شعورهم من التراب بحارج 52 37 الحديث رقم 77 أنا عندي فد مناقشة وسؤال بهذه الرواية ذا ذنتم تسمع الشيخ لكن بعد هذا الفاصل سادتي الكرام نثب إلى فاصل قصير ولا نعود بعد ذلك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اللهم يحفظوا مشاهدين الكرام جعلنا منصار الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم بالقليب العالم حياكم الله سماعت الشيخ عدد المؤمنين لا يحصى كثرة بصراحة يعني وقد يشكل البعض يقول يعني المؤمنين كلها تخرج والباقين شنوان سيصير تزاحم في الأرض إلى آخره هل كل المؤمنين يخرج؟ روايات أيضا وضعت مقاتلة نعم أحسنت على الحروف شوف هذه رواية عن إمامنا الصادق صلى الله عليه الخيار بيد المؤمن طبعا يخرج ينصر إمام زمانه لو يبقى في نعيم الله القضية يمه وعلقوا تهل المعرفة القضية يم الحب اللي يحب صاحب الزمان اللي يحب صاحب الزمان يطلع له مهما يكون ولماذا عاش يعني ولماذا تعبّد ولماذا صام ولماذا 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 لكي ينصر مولانا صاحب الزمان صلى الله عليه قال إذا قام القائم صلى الله عليه أتي المؤمن في قبره إذا قام القائم صلى الله عليه وسلم فرجو اتي المؤمنك واحد يجي في قبل فيقالوا له يا هذا انه قد ظهر صاحبك شو بشارة هاي بجاه الحسين انشارة يعجل فرجة يا هذا انت يا حبيبي المؤمن هيش يجوك قد ظهر صاحبك شوف التخير فان تشى ان تلحق به فالحق تطلع من قبرك تنصره فالحق وان تشى ان تقيم في كرامة ربك فاقب غيبة الطوسة رضوان الله علي يبقى مخير لكن هنا من راح يطلع السؤال اللي يحبه اكثر يظهر يرتق درجات اكثر اللي بعض الروايات قالت انه بعض يقول له اموت بعد بعد ذلك اموت يقول له ايه تموت يقول لي ما يجد من مرارة الموت يرفض الخروج وهذا دير على قلة المعرفة انت راح تنصل صاحبي زمان يا موت اتفكر بي وثانا من قال لك الموت اللي انت في ركاب الحج راح تذوق بي مرارة شوف قلة المعرفة يا اخوان دائما شوف قلة المعرفة تحجب عن نصرة امام زماني يظن انه اذا طلع منه تبقى راح يموت كل من عليها فان فان مو فعباله الموت الثانوية الحجة صلوات الله عليه بي مرارة بصعوبة مذل ما هو مات في الميتة ميتة ميتة الاولى من قال لك انه ان الروايات ان انصار اهل البيت الذين يقتلوا خصوصا في ركابهم بعض الروايات الله يتولى قفض ارواحهم اسموه ازرائي ولا يجدون ولا يجدون الما للموت لانهم في ركاب من شهداء في سبيل من طبعا انا كلامي اوجه للرجال والنساء المهدويين خاضية مو خاصة شنوا بالرجال لكن هناك عالم عالم ليس بعالم تكليف فالانسان طالما الرواية اشارت انه مخير بالبقاء او الاقامة ايه لكن كيف ننزل نعتبر النقل اتمرك؟ صح هو التخير بيتك تكليف بيتك انت شو تقول يعني اذا واحد اذا واحد عاش هاي السنين كله وتالما تالي مات قبل ظهور الحجة صلوات الله عليه طيب والمهدوي اللي اللي طيروحه مو بي ابي انتم وامي ونفسي واهلي واماني ويسمع بالقبر اليمام الحجة طلع لو بعد مليون موتهم يطلع هذا صح حقيقي هو هذا كلامنا لعدا احنا ليس نقول شهر رجب فرصة حنصح عقائدنا ليس نقول شهر شعبان فرصة حتى اذا تجي الصيحة في شهر رمضان مبارك احنا نكون شنوا مستعدين ان شاء الله لان هو قبل قليل الاشتباه هذا يعتقد انه طعم الموت مر في ركاب الحجة وهذا مصيبة هذا انتقاس لمقام الحجة صلوات الله عليه انت بالعكس تعمل موت في ايام ظهور الحجة صلوات الله عليه يكون احلى من العسل كما وصفها الامام الرضا عليه السلام حسنا في ذهني انه كشربة ماء بارد في يوم صائف في يوم صائف بالضبط هذا ليس الشهداء نعم فكيف الشهداء في ركاب الحجة صلوات الله عليه في نفس الوقت لا يفوتنا ان نترحم على الرحمة والرضوان لجميع شهداء العقيدة الله تعالى عليهم والله ان شاء الله في نصرة مولانا صاحب الزوان صلوات الله عليه فاذا نشوف المعلومات يعني القيس زمان الظهور بأيامنا العادية فلا نتوفق لنصرة الامام الحجة صلوات الله عليه هاي حدم المعرفة في مقامات الحجة وكرامات الحجة ونعم فيما وصلنا عن آبائه عن الله تبارك وتعالى في علو شأنه صلوات الله كل شي راح يختلف كل شي راح يختلف بركة الامام الحجة ستغير الأشياء جذريا في الروايات الشرفة وراح تيجي حلقات إن شاء الله ببركة وجودك ستادنا الفاضل وبركة الدعاء عفوا المشاهد الكرام سنبسط الحديث فيها بحيث واقعا يعني قل ما يقال أن الإنسان سيبقى مذهولا أمام نعمة صاحب الزمان صلوات الله وخدمتكم وخدمة السادة المشاهدين والسحبون كل خير إن شاء الله نعم سمحت الشيخ عندك أكثر بهذا المحور لو أن نتقل إلى محور آخر لأن الوقت بداية نمتقل إلى محور ثالث طيب سمحت الشيخ شنو علاقة نريد نعرف بعض المقامات المهدوية بوجه الخصوص في شهر رجب يعني بعض المقامات الإمام المهدي السلام الله عليه في شهر رجب على وجه الخصوص احنا قلنا هذا الشهر شهر عبادة والعبادة على نوعين أكو عبادة فروع الدين وأكو عبادة شنوى؟ أصول أصول الدين إذا فروع الدين مو قوية قطعا فروع الدين ما ستكون قوية لأنه الإنسان بالنتيجة حتى الصلاة حباء المشاهدين يثاب على قدر عقيدته الروايات أنه في موسى عليه السلام ويخلو سجوها عندكم أنه موسى عليه السلام في يوم الأيام في يوم رأى عابدا ليس له نظير في زمانه نعم بحيث موسى ذهل قال رب العالمين ماذا عددت له؟ فكشف الله تعالى لموسى عن العابد بمكان يعني ليس كما تصوره موسى عليه السلام واحد بالمية نعم بنسبة واحد بالمية على الأقل فذهل موسى قال له هذا ما يخلي صلاة ما يصليها ما يخلي صلاة ما يصومها قال له سئلة قال له سئلة عنده عجب من الكون عنده سؤال يعني يتعلق بي بخلقي فسئلة موسى عليه السلام قال له عندك شي يتعلق بالله فيما خلق قال له إيه قال له شنو قال له هاي الحشائش تطلع وتموت قال له يقل له رب العالمي لو كان عنده رب العالمي من أحمار أو مثلا شات الأقل يا كل هليش تموت هذا عقل الرب العده حمار أو عنده شات أحسن من الرب المعده فالقضية مو قضية يعني سمع شيخ هذا على قضية المعرفة يعني احنا في وقتنا يعني الآن شيعة العراق على وجه الخصوص يعني بلاء لا نظير له يعني يجي اللي يجيهم ينتحر يفجر نفسه هذا يعتقد أنه يعني انتشتت وقع ستعلم فاضل يعني العراق سيكون يعني العراق هو هذا عذرا شيخنا هذا اللي يفجر نفسه يعني اللي يجي انتحاري ويعتقد أنه بقتل إنسان مؤخوف في الشهادتين يعني يعتقد أنه يدخل الجنة بيقتله هذا جاي منه الأكثر لا نسأل هذا اللي يجي يقتل المؤمن اللي يقف أمام سيد الشهداء وقتله اللي يسو ذيش ما يسو هاي هم هؤلاء ابناء أولئك ولذلك بالروايات الشرف أن الحجة صلوات الله على إذا ظهر يقتل ذراري قتلت الحسين صلوات الله قيل للمام الصادق لا تزر وازرة وزر أخرى قال صحيح ولكن القوم رضوا بفعال آبائهم طبعا اللي أشد عمل قوم حشرة معهم عذرا شيخنا اللي أشد إيلام وأسف يعني أحد الزملاء في قناة حرامات سميه قناة وحرامات سميه زميل يعني خابرة أحد المتصلين يقول لي اليوم هل قد استشده وعدني؟ نعم يعني حتى كتعزيه يجاوبه يقول لي بشرك الله بالخير أي طعم الحين حقت هذا الحق؟ إنها لله وإنها لهم هذا الحق الصار في كربلا على سيد الشهداء إنها لله وإنها اللي يجرى هاي الجرعة على سيد الشهداء والمباني نفسها والعقادة الفاسدة نفسها لعلهم في الوقت لعلهم أنا ماذا أبرر المعسكر والطرف الآخر لعلهم عندما قتل أمير المؤنين سلام الله يعني تعجب الناس أكان علي أن يصلي هو هذا الإعلام المضاد نفس الشيخ سمعت الشيخ اليوم بث مباشر وقاعد العالم تشوف إنها نتجاه يعني نتوجه نخوى القبلك مولا إحنا كنا نسعد على المنابر الشريفة السيد الشهداء نقولهم بني أميّل لعنا فعلوا كيت وكيت وما ذكرنا إلا واحد بالمئة ما يصدقون من شفوا داعش اللعنا قاموا يقطعون رؤوس الناس على صديقات الناس هي مسئلة أهل البيت هاي لا أنا أقصد الطرف الأخر لما يجي قلان ما أعرف لكن بالبث المباشر بإمكانه كان أن يطلع على كربلاء المقدسة النجف الأشراف ويشوف بالبث المباشر اتجاه القبلك يصلي ولا يعني الشهداء خوافل الشهداء القضية مو قضية قبله حتى لو مصلي على القبله أصلا بالله هذا مصلي على القبله وقتله وحتى إذا ما يصلي هم يقتله القضية نحاربك بغضا المن ليعبيك خلاص صلي مصلي مو يمنحنا القضية نكمل محاربا هذه في اللوعة اللهم يعجل وليه الفرج ويقضي حوائج مشاهدين الكرام أحباء المشاهدين لأهمية هذه المسألة نرى الإمام الحجة صلى الله عليه أنه هو بذاته الشريفة شرع لنا أدعية وزيارات في شهر رجب ليلفت أنظارنا إلى بعض مقاماته ومقامات آبائه وقلنا إذا ما ننهض في شهر رجب بالنعم العقائد الحقيقية والمعرفة المهدوية الصحيحة لا نصرق فقط سنو صلى وصوم وما إلى ذلك أنا أقرأ بعض نصوص ما ورد عن إمامنا الحجة منها صلوات الله عليه لهذا الدعاء يعني لا تنسون يقرأ كل يوم كل يوم احنا قلنا هذه الفرصة لا تفوتنا من أيام شار رجب وهو خرجه نعم على يد السفير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه عن الناحية المقدسة بقية الله صلوات الله والسلام عليه الله أمني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأملك المأمونون على سرك المعلون العظمتك إلى آخره ماذا يقول إمامنا الحجة المؤمنون المأمونون على سرك سر الله حجة آل محمد صلوات الله عليهم والسر المستسر صلى على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها بعد النسخ المستسر ومن هنا قال إمامنا الصادق نحن السر وسر السر وسر المستسر هذه ثلاث مرات يبقى يرادلها الكلام عموما إن شاء الله في وقت آخر المستبشرون بأمرك نعم المعلنون لعظمتك ما تعرف عظمة الله إلا من خلال آل محمد صلى الله عليه من خلال إمام الحجة صلى الله عليه ترجمان الله أحسن نعم ثم يتعال الدعاء قال جعلتهم معادنة لكلماتك وأركانا لتوحيدك الإمام الحجة ركن التوحيد الإلهي وآياتك وركن الآيات الإلهية ومقاماتك الله أكبر مقامات الله ترتكن على ركن وترتكز على أس أساس وهو صاحب الزمان صلى الله عليه إلى أن يصل الدعاء إلى هذه العبارة لا فرق بينك وبينها أو وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك ها نصرتنا لإمام الحجة هي نصرتنا لله معرفتنا لإمام الحجة هي معرفتنا لله وقلناها الرواية ونعيدها على السريع إمام السيد الشهداء ورب السعداء آخر ليلة بعمر الشريف ليلة عاش هراء نعم أمام أنصار يقول لا أعلم أصحابا كأصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي نعم ثم خطب فيهم قال إمام الصادق فقال لهم أيها الناس إن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادتي عن عبادتي من سواه فقام له رجل قال فيديناك ما معرفة الله معرفة أهله لكل زمان إمامهم الذي تجيب عليهم طاعته عد سيد الشهداء إذا إحنا شيعês هذا كلام سيد الشهداء على قدر معرفتنا بهذه المقامات لإمام الحج صلوات الله نحن نعرف ربنا على قدر نصرتنا نرصي ربنا على قدر إحيائنا لذكره هذا الشهر رجب شو المانع الجبالي همزين أسوي ختمة لسلام الصاحب الزمان صلى الله عليه وسلم يومي أطلصدق أولو ربع لسلام شون أثبت النفسي أني مرتبط بالإمام صلى الله عليه وسلم و تعالى عليه طيب هناك زيارة أيضا وردت عن الإمام الحجة اللطيف وين ما يكون الإنسان يقدر يزور بها مشاهد أهل البيت شوفوا المقامات اللي يذكرها صاحب الزمان في هذه الزيارة إني قصدتكم هاي اللي قضاء الحوائج جانا قراهن حبي المشاهدة هاي إلك إلك إنت لقضاء حاجتك وحوائج المؤمن إني قصدتكم يا آل محمد صلى الله عليه وسلم إني قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي وهي فكاك رقبتي من النار أنا أعتقد أن النار والجنة بأيديكم تدخلون النار من تريدون تدخلون الجنة من تشاول ولذلك أسألكم فكاك رقبتي طيب والمقر معكم في دار القرار مع شيعتكم الأبرار أنا سائلكم وأعملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض التعويض بيد الإمام الحجة يا ناس هو باب الله وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم كما في الزيارة فبكم يجبر المهيض وين عنده المهيض عن الكسير والمكسور خاطرة والمكسور قلب والمكسور كسرة اقتصادية كسرة نعم بدنية خليعرف ترى ما يجبر هذه الكسرات هو صاحب الزمان صلوات الله وسلامه تعالى عليه ويشفى أو على نسخة ويشفى المريض ذكر الإمام الحجة هو شفاء كما قال أمير المريض صلوات الله عليه إن ذكرنا أهل بيت شفاء لكم من الوعك والأسقام وإسواس الريب وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى الزيارة على الإمام الحجة بكم يجبر المهيض ويشفى المريض بمن ببقى السبب؟ بك يا صاحب الزمان الزمان من الآن كن نقوي هاي العقائد بمعرفة صاحب الزمان وما تزداد الأرحام وما تغير حتى الذرية بيدك يا صاحب الزمان ما عنده ذرية لأسأله الله بحق الإمام الحجة رزق الزرية مهدوية طاهرة طيب إلى أن يقول ويسأل من الإمام والمعصوم والفوز فيه نعم كرتكم طيب فإذن دعاء ثالث اللهم إني أسألك بالمولدين في رجب محمد بن علي الثاني وعلي بن محمد الثاني يعني الجواد ديني محمد أول إمام الباقر الثاني جواد وابنه علي بن محمد المنتجب هذه بعض الأعمال التي وردت عند الإمام الحجة في شهر رجب وشوف أنه لا يجبر كسرنا إلا به ولا نرزق ذرية إلا به ولا فرق بينك وبينها يا رب العالمين بين آل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك فيا ناس يا عالم شهر رجب منا شهر رمضان نزداد معرفة في الإمام الحجة قربا من الإمام الحجة أنت حبيب المشاهدة أسأل الله بحق الإمام الحجة ليجعلنا جميعا من أنصاره ويقضي حاشتك ويشافي مريضك ويسر أمرك بذكرك يا ملاي آخر الأوصية صلوات الله سماعت الشيخ جواد الإبراهيم شكر لك مجيئك وهذه المشركة الطريق ومعلوماتك وإنوارتنا بحضورك ومعلوماتك شكرا جزيلا وإنشاء الله شكرا جزيلا وأنتم سادتي المشاهدين إلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة